أمير المسلمين وناصر الدين يوسف ابن تاشفين هو أبو يعقوب يوسف ابن تاشفين ابن إبراهيم اللامتوني الصنهاجي يعتبر يوسف ابن تاشفين المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين بالمغرب الأقصى تسلم قيادة حرقة المرابطين بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها على يد عبد الله بن يسين فقام بتعمير البلاد وأرسل عدلة واهتم ببناء المساجد واستطاع يوسف ابن تاشفين أن يبسط نفوزه على المغرب الأقصى وعمل على توحيده وقد نجح ابن تاشفين أيضا في وقف الزحف المسيحي على الأندلس وضمها إلى دولة المرابطين التي اتسعت أطرافها وازدهرت وتقدمت في جميع المجالات